هنعمل مع بعض اول حاجة البيض بالعجوة البيض بالعجوة اكلة من زمان بتاعة الجدات وطعمها حلوة جدا 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 مغزية هتدخنه هجيب كده معي حاجة تطرفع على النار بالشكل ده كده وعايزين سمنة بلدي اهم حاجة في الموضوع السمنة البلدي تمام وننزل كده بشوية سمنة بالشكل ده كده ونسيبها تقدح ومعنا بقى البلح الطري اللي هو الرطب الطري بنجيب البلح بنقشره بنشيل منه النوى ده موسم البلح البلح رخص جدا دلوقتي في السوق ب15 جنيه عندنا احنا الفلاحين بقى في الغطان بطلعوا على النخل يجمعوا للبلح فالموضوع ايه رخص سواء في القريف او سواء دلوقتي في السوق فهو ب15 جنيه هاتوا كمية من البلح وفصصوه وشيلوه بقى في الفريزر للاكلة دي او نحش بيه فطاير او نحش بيه حاجات حلويات وكده تمام هننزل كده البلح بالشكل ده والبلح بيكون نص كمية البيض تمام اه واسيبو كده ايه يسيح وعلى عين التانية هعمل الباقي ده بيض بالسمنة ونحط له مكسرات ده تحفة بيفوك المربة في حلوته وفي طعامته وسكر طبيعي مش هيضر اولادنا زي السكر الصناعي ولا هيضرنا هحط برضو شوية سمنة كده ولازم الاكلات دي تتعمل بسمنة بلدي تمام مش هينفع سمنة ويبقى البلح بالشكل ده بيكون صح معنا يا جماعة بصوا بنضغط عليه بيسيح بالشكل ده كده تمام نقلب التاني برضو وهنا نهرس بالشكل ده تمام كده هون كل ما نجيب البلح ده اصلا نشتريه طري او يبقى عندنا في التلاجة طري يكون افضل لنا واسهل ان احنا نعمل الوصفة دي اللي ما جربش الوصفة دي فايتو كتير بجد جربوها هتعجبكو جدا 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 وهتدعولي اما بقى الناس اللي عارفة طعمها فيقولولي احنا بنحبها وبنأكلها خصوصا في الشتاء يا لهوي يا لهوي على جمالها تمام اوطي بس كده النار شوية ونيجي بقى ايه احنا حطينا مثلا الكمية دي هنقول مثلا بطين هنحط مثلا حوالي مثلا أربع بيضات بسم الله الشكل ده كده وخلي بالكو بقى ما بتحطش لي ملح ولا فلفل هو كده طعموا ايه انا عايز اقولكو انا مدمنة للأكلة دي بس خلي بالكو هتتخنوا هنسيبوا كده شوية ممكن نقلبوا كله في بعضه بس هنسيبوا كده عشان الشكل بس هو المفروض يتقلب في بعضه تمام نغير الشوكة دي ونجيب شوكة تانية واللي اقولكو نقلبوا عشان ايه علشان يستيوى اسرع لانه عايز يتغطى عليه فنقلبوا كده تمام كده استوى معينا البيض بالعجوى جربوه ومستنية رأيكو